بسم الله الرحمن الرحيم علشان تتخزن في كيس عم يبقى موجود في تجويف الحود الكيس ده اسمه المسانة البولية وهي يعني أمامها بيبقى عزام الحود خلفها يعني فيه الزكور بيبقى المستقيم وأسفلها البروستاتا وقناة مجرد بول في الإناس بيبقى خلفها الرحم والمهبل والمبايد عشان كده حتى الجهاز ده بيسميه الجهاز البولي التناسولي طبعا بيتم تخزين البول لحين يعني الظروف تبقى مواتية لنحن ندخل لتفريغ البول كل ستة أو كل ثمان ساعات يعني أكوردنج يعني المسانة البولية بتتكون من مجموعة من الطبقات بيبقى لها بطانة ثم العضلات ثم الغلاف الخارجي والموضوع الثاني اللي هنتكلم عنه أسباب أورام المسانة البولية التدخين هو أهم عامل من عوامل سرطان المسانة البولية يمثل تلت الأسباب التدخين على فترات طويلة من الزمن بيحتوي على المواد الكيميائية المساطنة اللي بتخش الدم تمر الدم تروح الكلا الكلا تنزل المواد الكيميائية المواد الكيميائية تتخزن مع البول في المسانة احتكاج جدار المسانة لفترات طويلة من المواد الكيميائية ده بيسبب السرطان مش بس التدخين بعض المواد الكيميائية اللي بتبقى موجودة مثلا في عدم السيارات عشان كده لقوا ان السوائين بتوع التريلات الكبيرة وسوائين التاكسي بيكونوا اكثر عرضة برضو بعض الصناعات اللي تبقى زي صناعة البلاستيك والمطات والصبغات كل ده بيكون فيه مواد كيميائية الزكور اكثر يعني تأثرا من الاناس اصحاب البشرة البيضاء اكثر عرضة للاصابة بسرطان المسانة البولية كان عندنا زمان في مصر البلهرسيا اكثر سبب للاصابة بسرطان المسانة البولية دي الاسباب بتاعت سرطان المسانة البولية واورامها الموضوع الثالث الاعراض ايه اللي ممكن او ايه الاعراض اللي ممكن يشتاكي منها المريض اللي بيصاب بسرطان المسانة البولية وجود دم في البول وجود دم في البول ده اكثر عرض من اعراض السرطان المسانة البولية يقول لك انا لما بدخل حمام بجيب دم في البول طبعا دم في البول مش بس مرتبط بسرطان المسانة البولية لو فيه اورام في الكلة لو فيه اورام في الحالب مش بس اورام لو فيه حصوات موجودة في الكلة او الحالب او المسانة او فيه التهابات شديدة في الكلة او الحالب او المسانة كل ده ممكن يسبب دم في البول والدم في البول ممكن يكون نكتشفه من خلال تحليل البول أو ممكن تكون كمية كبيرة بين المريض نفسه زيادة دخول الحمام يقولك أنا بدخل للحمام البول كتير قوي وجود ألم مع التبول لما المراحل بتكون أكثر والورن بيكون أكثر تقدما ممكن نشاهد قطع لحمية صغيرة تبدأ تنزل في البول مؤكد كل الأعراض دي اللي هي وجود دم في البول زيادة معدل التبول وجود قطع لحمية في التبول كل ده بيكون مصحوب بألم في منطقة الحوض وعدم راحة نفسية للمريض لو لا أقدر الله الورم تقدم أكتر وانتشر أكتر هيدلي أعراض على حسب المكان اللي ينتشر ليه اللي هو إمكان الغدد اللينفوية أو العدم أو الكبد أو الرئة الموضوع الرابع اللي هنتكلم عنه إزاي نشخص المريض عنده سرطان المسانة البولية طبعا مهم جدا في تشخيص سرطان المسانة البولية أن أنا بأخذ تاريخ مرضي من المريض بسأله إن كان بيدخن ولا لا ووزنه قد إيه وبيدخل الحمام كم مرة وهل فيه دم في البول ولا لا هل فيه قطع لحمية ولا لا هل فيه ألم ولا لا برضو هل المريض ده مريض سكر لأن وجدنا أن برضو السكر وخصوصا اللي بياخده أنسرين بيكونوا أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بتاع المسانة البولية بعد كده بعد ما بأخذ تاريخ مرضي بخلي المريض أفحصه أفحص بطنه وأفحص الحور ومهم جدا أن أنا أفحصه من الشرج لو كان زكر ومن المهبل والشرج لو كان أنساء مهم جدا أنا لما بداخل إيدي في المستقيم بابتدى حس قناة مجرر بول والبرستاتا والمسانة المفروض أن أنا ما حسش أي كتلة أو أي ورم وحس المسانة الجدار بتاعها ضعيف لو حسيت أن فيه ورم أو كتلة في المسانة مهم جدا أشوف هل دي حجمها صغيرة ولا كبير ومهم جدا أن أنا لقيها بتتحرك ولا طبعا كل الورم ما كبر كل ما يعني كان ثابت في المنطقة بتاعة الحوض بعد الفحص بطلب أشعة يعني بنبدأ بالأشعة التلفزيونية وأحيانا الأشعة المقطعية ولكن تبقى أشعة الرنين المغناطيسي هي أهم طريقة للتشخيص بتاعة أورام الحوض كلها بتوريني تقريبا مكان الورم وحجم الورم وهل فيه غدد لنفاوية ولا لا؟ هل الورم لسه جوه المسانة ولا خرج منها؟ يبقى منظار المسانة هو أهم وسيلة أن احنا بنشخص بيها السرطان المسانة قبل المنظار ممكن ناخد عينة بول وعينة البول بنشوف هل فيه التهاب هل فيه أملاح هل فيه دم في البول؟ وأحيانا نبحث عن خلايا سرطانية في البول بس هل الاختبار ده كفاة تؤديه والمعمل هي إراءة ديه؟ يعني لكن يبقى زي ما قلت منظار المسانة وأنا عايز أطمن الجميع أن منظار المسانة بيتم تحت المخدر النصفي أو المخدر الكلي المريض طبعا إحنا بندخل بالمنظار بتاع المسانة بيبقى حاجة زي الألم بندخل من خلال قناة مجرى البول وبيكون قدامنا شاشة كبيرة ببقى شايف زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي الاستوديو بكل التفاصيل بشوف قناة مجرى البول بشوف البورستاتا بقف الأول عند عنق المسانة وأعمل ما يسمى البرد فيو أو الطائر أبص على المسانة في المجمل بفرغ أي كمية بول بتكون موجودة بعد كده بدخل بالمنظار مرة أخرى وأعمل فحص كامل للمسانة ببدأ بالجدار الخلفي ثم الأيمن ثم القمة ثم الأمامي ثم الأيسر ثم عنق المسانة ولاحظ كمان مكان دخول الحوالب بشوف طبعا هل الجدار ده طبيعي هل فيه التهاب هل فيه حصوات هل فيه عيوب خلقية طيب لو كان فيه أورام بشوف مكان الأورام عدد الأورام شكل الأورام ومهم جدا كمان علاقة الورام بعنق المسانة هل هو بعيد ولا قريب من عنق المسانة طول الوقت بفرغ البول وطبعا بعمل غسيل وأنا شغال تحت المنظار بتاع المسانة ثم باخد يعني عينة من الورام الورام لو كان لسه صغير أو كميته صغيرة أنا بستقصله بالكامل ما يسمى تي يو ار تي ترانز ايريسران تيومر ريسيكشان بشيله بالكامل ومهم جدا أن أنا أخد جزء من العضلات ومهم جدا أن أنا أخد جزء من الجدار السليم للمسانة ومهم جدا كمان أن أنا أخد جزء من قناة مجرى البول اللي عند البروستات لازم كل ده أخده أبعثه للدكتور بتاع الباسولوجي علشان يفحص الورام ده ويقول لي هل هو ورام سرطاني ولا لا ويقول لي كمان إيه أنواع الأورام السرطانية لأنه طبعا فيه نوع كان زمان كتير في مصر بس بدأ يقل اللي اسمه سكويماس فيه الترانزيشنال اللي احنا دلوقتي بنسميه يورسيليان وكمان دكتور الباسولوجي بيرد علي يقول لي درجة الورام قد إيه لأن درجة الورام دي مهم جدا المقصود بدرجة الورام احنا عارفين السرطان عبارة عن تغيرات عما تحصل في الخلايا اللي في جدار المسانة كل ما كانت الخلية السرطانية مختلفة اختلاف كبير قوي عن الخلية الأم دي بنسميه درجة يعني درجة الورام متقدمة درجات الورام بنقسمها واحد اثنين تلاتة اربعة لازم أبعد كل ده للدكتور بتاع الباسولوجي واستنى تقرير الباسولوجي بييجي في خلال من ثلاث أيام لأسبوع الموضوع اللي بعد كده أنواع سرطان المسانة مهم جدا في أنواع سرطان المسانة هم يعني نوعين كبار قوي لليوريسيليا البلادر كينسر طبعا الأنواع التانية اللي هي الأدينوكاسيوموريسكويمس دي معدلها قليل لكن احنا هنتكلم عن النوع الأكثر انتشارا اللي هو يوريسيليا البلادر كينسر ده بنقسمه لنوع سطحي ونوع عميق النوع السطحي المفروض انه هو في كل الدول بيمثل تمانين في المية من أورام المسانة الورن بيكون لسه موجود في البطانة بتاعة المسانة وده بنستقصله بالكامل بالمنظار ونبعث نحلله لو كانت الدرجة بتاعته عالية بندي العلاج المناعي اللي هو حقا البي سي جي بياخدها المريض مرة أسبوعيا لمدة ست أسابيع وبعد كده راحة ست أسابيع وبنعمل منظار تاني لما بنعمل منظار تاني بنشوف هل فيه ارتجاع للورن هل خف بالكامل وبنطمئن على باقي الجدار والبطانة بتاعة المسانة زي ما قلت مهم جدا ان احنا ناخد جزء من عضلات المسانة لو كان الورن متواجل داخل عضلات المسانة او درجة الورن كانت عالية وفشل البي سي جي لان احنا مع الورن السطحي لو كان رجع ممكن نستقصله بالمنظار وممكن نكرر تاني الحقن المناعية اللي هي البي سي جي ممكن ناخدها كمان ست مرات وفيه ناس كمان بتديها لحد عشرين وثلاثين أسبوع انا شخصيا بفضل اديها ست مرات كمان ولو الورن رجع انا بستقصله بالمنظار المفروض ان احنا بنعمل متابعة للمريض بتاع الورن السطحي مرة كل ثلاث شهور ست شهور يعني تسح شهور سنة وبعد كده بيتابع معانا سنويا لو الورن لقدر الله كان الدرجة بتاعته عالية او الورن متواجل داخل العضلات هنا لازم بقى العلاج الجراحي يباحنا الوقت الموضوع اللي هنتكلم عنه الوقت اللي هو الورن المتواجل داخل عضلات المسانة او سرطان المسانة العميق لازم ده نعمل الجراحة اللي هي الاستقصال الجزري للمسانة والبرستاتا والغدد اللينفوية اللي في البطن والحوط واحيانا لو كانت انسة في بعض الاحيان القليلة بنستأصل معاهم الرحم والمبايد الجراحة دي ممكن نعملها بالمنظار الجراحي وممكن نعملها بالجراحة التقليدية طيب العملية دي كبيرة ولكن هي العملية اللي مطلوبة لسرطان المسانة والتطور دلوقتي بقى فيها كبير جدا وتقريبا اصبحت بدون مضاعفات وخصوصا زي ما قلت بعد ما دخل المنظار الجراحي المنظار الجراحي بيخلي مجال الرؤية بيكون اوفر كمية الدم بتكون اقل المضاعفات بتكون اقل ما بقاش فيه جروح كبيرة للمريض المريض يبتدي يتحرك بسرعة بعد العملية حركة الامعاء بتبقى سريعة المريض يبدأ يشرب ويأكل في وقت مبكر يخرج من المستشفى يرجع لعمله فيه يعني مبكرا دي مميزات كبيرة جدا للمنظار الجراحي اللي دخل مؤخرا في الاستقصال الجزري للمسانة البولية واللي احنا بنقوم به دلوقتي هنا في مصر وبكفاءة عالية جدا واجرينا مقات المرضى الاستقصال الجزري للمسانة والبروستاتا والغدد الانفوية اللي في البطن والحوض بيتم بيء المنظار الموضوع اللي بعد كده المهم جدا جدا طيب انا بعد ما استقصالت المسانة البول لسه جاي من الحوالب يعني تغيير مجرى البول هنعمل ايه دلوقتي يعني كان زمان ممكن نفتح الحوالب على الجلد او نفتح الحوالب على المستقيم وانا بقول الكلام ده اصبح ابسليد وملوش اي دور في الطب الحديث احنا دلوقتي بنعمل حاجتين يا اما ان احنا بنقوم بزراعة مسانة تعويضية جديدة كمفتح فيها الحوالب ونوصل بناخد جزء من الامعاء وبنعمله بطريقة معينة نهيكله بطريقة معينة عشان يبقى مسانة جديدة بنوصله بقناة مجرى البول وبنخلي البريد يتبول طبيعي من قناة مجرى البول ونحافظ على شكله طبعا يعني الاستقصال الجزري للمسانة والبرستاتا والغدد الانفوية اللي في البطن والحود غالبا لو تم بطريقة جزرية المريض غالبا لا يحتاج الى العلاج الكيميائي او العلاج الاشعاعي مع التطور الكبير وزراعة مسانة تعويضية جديدة من الامعاء والمريض يتبول طبيعي من قناة مجرى البول وما يبقاش فيه فتحات جانبية يعني اعتقد ده تطور كبير جدا لان احنا كده بنضمن باذن الله الشفاء للمريض بنضمن ان الورم ما يرتجحش مرة اخرى بنحافظ على جودة الحياة لكن لازم تلت شروط علشان اقدر ان انا ازرع مسانة تعويضية جديدة لازم الوظائف الكبب تكون كويسة وظائف الكلى تكون كويسة الورم ما يكونش واصل للجزء السفلي من البروستاتا لو تلاتة دول متوفرين بنقدر نزرع يعني مسانة تعويضية جديدة الموضوع اللي بعد كده طيب لو المريض بعد ما استقصلت المسانة والبروستاتا والغدد الانفوية ما ينفعش ان انا ازرع له مسانة تعويضية جديدة لي عنده مشكلة في الكبد او في الكلى او الورم واصل للجزء السفلي من البروستاتا او المريض كان عنده اساسا ضعف في التحكم بتاع البولد هنا بعمل ما يسمى الاليا اللوب كوندوي ان انا باخد جزء برضو من الامعاء وبفتح الحوالب في الجزء من الامعاء في الداخل وافتح الجزء من الامعاء في جدار البطن اسفل جدار البطن من الناحية اليمنى وهنا المريض بيحتاج انه هو كيس وقعدة بتتغير بمرور الوقت بس ده افضل الف مرة من انا افتح الحوالب مباشرة على الجلد لان انا لما بفتح الحوالب مباشرة على الجلد او افتح الحوالب على القولون او المستقيم ده بيكون فيه خطورة على الكلى وممكن المريض يخش فيه مشاكل فيه الكلى وممكن لقدر الله يصاب فيه فشر كلوي لكن انا لما بعمل الاليا اللوب ده يعتبر اكثر طريقة امنة للمرضى لما ينفعش لهم زراعة المسانة الموضوع اللي بعد كده اللي هتكلم عنه فيه المسانة البولية علاقة جراحات المسانة البولية وسرطان المسانة بالقدرة الجنسية معروف ان العصاب المسؤولة عن القدرة الجنسية سواء الانتصاب او القسف بتمر مباشرة بجوار المسانة البولية والبرستات عشان كده مهم جدا اشاعة الرنين المغناطيسي بتقول لي هل الورم تمدد الورم قد ايه وهل الورم لسه داخل الجدار والعضلات والبطانة بتاعة المسانة ولا بدأ الورم يطلع برا ولو طلع برا هل هو لسه في الدهون اللي حوالين المسانة ولا بدأ يتوغل داخل عصاب الانتصاب والقدرة الجنسية وهل هو لو توغل داخل العصاب هل داخل عصاب واحد ولا داخل العصابين عشان كده مهم جدا برضو في الاسئلة اللي انا بسألها للمريض بسألوا التحكم اخباره ايه في البول وبسألوا عن القدرة الجنسية اخبارها ايه الانتصاب والقسف طبعا احنا دلوقتي في الجراحات الحديثة بنقوم بالاستقصال الجزري للمسانة والبرستاتة وبنحافظ على اعصاب القدرة الجنسية ممكن يحصل ضعف بسيط في الفترة القصيرة الشهور الاولى بعد الجراحة لكن المريض بيسترجع قدرته الجنسية كاملة لو كان لقدر الله المريض جاف مرحلة متقدمة والورم وصل لاحد الاعصاب نفترض ان ناحية واحدة مؤكد القدرة الجنسية بتقل بنسبة كبيرة لو لقدر الله المريض ده جاي في مرحلة متقدمة او الجراح ما عندوش خبرة في التشريح بتاع اعصاب القدرة الجنسية والتشريح بتاع الحود وازاي يستقصر الورم وفي نفس الوقت يحافظ على الاعصاب بيحصل ضعف جين سيتام وده بيتم التعامل معه سواء بالادوية او زمل بتوع الزكورة بيلجأوا لدعامة وهكذا الموضوع اللي بعد كده اللي هو المتابعة بتاعة مريض سرطان المسانة البودية انا عملت للمريض بتاعي استقصال جزري للمسانة والبروستاتة والغدد الانفوية اللي في البطن والحود وقمت بزراعة مسانة تعوضية جديدة مهم جدا طبعا ان انا اعمل تدريب كامل للمريض بتاع المسانة التعوضية الجديدة لانا اخذتها من الامعاء وفهم المريض ده في الفترة الاولى لازم يدخل الحمام كل تلات ساعات ما يخليش المسانة تتميلي قوي مهم جدا انه يكون هادئ جدا وريلاكس مهم جدا انه هو يعني يشرب ميا كتير بنهار لكن يقلل من الحاجات المدرة للبول اللي زي الشاي والكافيين بعد المغرب مهم جدا لما يدخل الحمام يضغط بشدة على منطقة العانة علشان تفريغ يعني اي كمية بول متبقية مهم جدا ان المريض يشرب ميا كتير في المرحلة او السنة الاولى المريض ما يلاقش لو لقى مخاط في البداية مع البول لان ده جزء من الامعاء كان معد علشان يمر عليه البراز مهم جدا تفريغ المسانة بالكامل زي ما قلت بمرور الوقت بيحدث تكيف تكيف من المسانة الجديدة ديت اللي احنا زرعناها وبتتحول يعني احنا لما بنعمل منظار بعد سنة او سنتين منظار مسانة بنجد ان المسانة التعورية الجديدة اللي احنا خدناها من الامعاء اصبحت تقريبا شبيهة للمسانة الام الموضوع اللي بعد كده انا لما بستقصل المسانة والبرستاتة والغدد الانفوية ابعتهم لي الدكتور بتاع الباسولوجي عشان يجي يعني التقرير لازم مهم جدا ان انا في التقرير بتاع الباسولوجي اقرى نوع الورم هل هو يورسيديا سكويمس ادنو هل لازم اقرى مرحلة الورم هل الورم لسه في البطانة دخل جوه العدلات طلع برا العدلات ودخل للدهون او توغل في البرستاتة وهنا سؤال مهم انا ليه بستقصل البرستاتة مع سرطان المسانة لان احنا وجدنا ان عشرة في المية من حالات سرطان المسانة البولية بيكون معاها سرطان او سنويات او امتداد للبرستاتة فمهم جدا الاستقصال الكامل للبرستاتة وما سيبش اي خلية لما استقصل السرطان العميق كمان التقرير بتاع الباسولوجي يقول لي درجة الورم وانا اتكلمت عن درجة الورم وقلت هي كمية الشبه بين الخلية السرطانية والخلية الام نتكلم كمان عن الغدد الانفوية هل استقصالنا قديم من الغدد الانفوية وطبعا استقصال الغدد الانفوية اللي في الحود والبط بيضمن يزيد من معدل الشفاء يقلل ارتجاع الورم يخليني اقدر بالزبط احط الورم في المرحلة الدقيقة ليه يخليني ان انا نادر لما بحتاج علاج كيماوي وعلاج اشعاعي مهم جدا طبعا ان انا شوف نفسي استقصالت كام غدد وكام غدد من اللي استقصالتهم وصل ليهم الورم المريض بيتابع معايا مرة كل ثلاث شهور في اول سنتين ثم مرة كل ست شهور في السنتين التالتة والربعة ثم مرة سنويا كل ما المريض كان في مرحلة مبكرة كل ما كان افضل انا اتكلمت عن يعني معدل الشفاء وده الموضوع اللي هتكلم عنه دلوقتي معدل الشفاء من سرطان المسانة البولية لو قلت ان المريض جاه في المرحلة الاولى اللي هو النوع السرطان السطحي اولا انا بحافظ على المسانة ان انا بستقصل الورم بالمنظر بس ولاي لما بحتاج حقن المناعية البي سي جي او الحقن الكيماوي اللي انا بحقنها داخل المسانة ونسبة الشفاء تصل لي حاجة وتسعين في المية اربعة خمسة ستة وتسعين في المية في خمس سنوات ودي يعني نسبة بتكون عالية جدا رقم اتنين لو المريض جاه في الورم كان توغل طلع من البطانة ولسه ما دخلش العدلات نسبة الشفاء هنا برضو بتبقى مرتفعة وبتكون يعني حوالي اربعة او خمسة وتمانين في المية لو الورم وصل للعدلات بتاع المسانة واحيانا عدلات المسانة بنقسمها للعدلات الداخلية والعدلات الخارجية نسبة الشفاء بتصل لأربعين في المية لو لا قدر الله الورم ده انتشر ويعني راح لاجزاء بعيدة عن المسانة بتقل قوي نسبة الشفاء وتوصل ليه خمسة وعشرين ستة وعشرين في المية فاحنا عاوزين نقول ان للمرضى لو فيه دم في البول لو فيه زيادة في معدل التبول لو فيه حرقان شديد لو حضرتك كشفت وخدت علاجه ما تحسنتش ما تترددش ما تخافش انك تعمل منظر المسانة لان لو يعني الورم موجود وقدرنا نكتشفه في البداية هنصل لنسبة شفاء بتكون عالية جدا طيب الموضوع اللي بعد كده الجديد في علاج سرطان المسانة البولية في بعض الابحاث العالمية اللي يعني ما زالت بتدرس يعني طرق جديدة لعلاج سرطان المسانة البولية فيه دلوقتي ممكن ان احنا نلجأ ان احنا ندي علاج كيماوي قبل الجراحة بس ده في المراحل المتقدمة من سرطان المسانة البولية تبقى الجراحة والاستقصال الجزري هو الطريقة الاساسية لعلاج سرطان المسانة لكن لو الورم متقدم وما قدرش استقصله او الكفاءة الطبية للمريض ما تسمحش بالاستقصال بديه اربع او ست جلسات علشان مرحلة الورم تقل وبعد كده باعمل الجراحة الجديد برضو دلوقتي ما يسمى الورجن بليسيرفيشن او ان انا حافظ على المسانة في بعض المرضى بيرفضوا العملية بتاعة سرطان المسانة البولية سواء لخطورة العملية لان هي كبيرة زي ما تكلمنا ولو انت عاوز اقول رسالة طمأنة ان هي مع الخبرة وتوفيق ربنا العملية دي عم تتم بامان كامل لكن بعض المرضى عم يبقوا متخوفين بعض المرضى بيبقوا الكفاءة الطبية بتاعتهم عندوا مشاكل في القلب او التنفس ما تسمحش باجراء عملية كبيرة زي كده بعض المرضى اللي هما بيرفضوا الجراحة علشان القدرة الجنسية وغيره دول دلوقتي فيه ما يسمى بروتوكول ان انا بدخل بمنظار المسانة بستقصل يعني الورم كاملا او اقصى كمية يمكن استقصالها بالورم بعد كده بدي المريض ده يعني ست جرعات مع الزميل استشاري طب الاورام للكيماوي وبياخد بعد كده العلاج الاشعاعي ومرة تانية لازم كل فترة وهو تحت البروتوكول يرجع لي انا كجراح او رام بدخل وبعمل يعني منظار تاني وتأكد ان الورم مش متواجد يعني دي بعض الطرق ولكن انا شخصيا بفضل الاستقصال الجزري ويعني ده بيضمن حياة افضل لان طبعا المسانة البولية لو تعرضت للاشعاع ولو تعرضت بنسبة كبيرة جدا للبي سي جي ممكن يحصل فيها تلايف طيب الموضوع اللي بعد كده انا اتكلمت عن السرطان السطحي للمسانة البولية وقلت ان السرطان السطحي يمكن استقصاله بالمنزار واللي هو منزار المسانة اللي احنا قلنا تيو ار تي وان احنا ممكن نحقن كماوي في المسانة وممكن نحقن علاج مناعي اللي هو البي سي جي ويفضل المريض يتابع معنا بعد ثلاث شهور بنعمل منزار تاني لو الورم رجع بنشيله بالمنزار ولو ممكن نفكر كمان نديه كرسي كمان 6 جرعات من البي سي جي او العلاج الكيميائي وقلت ان فيه ناس بتدي العلاج المناعي اللي هو البي سي جي لفترات طويلة طيب هل يمكن الجراحة يعني سواء بالمنزار انا اتكلمت الوقتي وقلت المنزار او الجراحة التقليدية لازم في بعض حالات رغم ان الورم يكون سطحي لكن لازم اعمل الجراح بتاعة المسامة طيب معنا اتصال له استاذ احمد اهلا بيك سلام عليكم سلام اركاته انا كنت عملكي ساعة مواجهة طويلة الصوتية تصعد والعسل للتضخم 37 39 بعد كده عملكي تاني بلا 37 ثم اخدت بالك صعوبة في التبول بلوقف الحمد لله اتصال لزي ما بيجيت عادي سنك كم سنة انا عندي 2 سابقين تمام يا فندم هرد على حضرتك الحمد لله يعني المتصر الكريم كان بيتكلم عن بعض الاعراض اللي تخص البروستاتا وانا عايز اطمنه ان معظم الزكور بعد سن الخمسة وخمسين بيحصل عندهم تضخم في البروستاتا وغالبا التضخم ده بيكون حميد وطبعا الارقام اللي هو قالها يعني لسه ترخم مازال متوسط وممكن يخف بالادوية وهو فعلا يتحسن به الادوية انا بنصحه انه يستمر على الادوية وبنصحه كمان انه يعمل دلالات الاورام بتاعت البروستاتا اللي هي البي اس اي ايه علشان يتأكد انه مفيش ورم في البروستاتا هنرجع تاني للموضوع بتاعنا الموضوع اللي بعد كده اننا اتكلمت عن الورم السطحي للمسانة البولية وهو بيتعالج بالمنزار امتى اعمل الجراحة لورم سطحي لو كانت درجة الورم مرتفعة لو كان الورم السرطاني داخل جيب لانه اوقات نخش على المسانة البولية نلاقي ما يسمى الدايفر تيكليوم او الجيب او المريض نفسه يعني الان وعاوز يخلص من الورم اللي جوه جسمه او ان احنا استعملنا العلاج الكيميائي او العلاج المناعي وفشلنا يعني كل ثلاث شهور ييجي المريض بارتجاع رغم انه لسه سطحي ولكن كمية الارتجاع بتكون بمعدل كبير او الاهم برضو درجة الورم بتكون مرتفعة وطبعا مع التطور الكبير اللي انا قلته بيء المنزار ومع زراعة المسانة التعوضية الجديدة وان انا اضمن ان الورم لسه ما وصلش للغدد اللينفوية انا يعني دايما لما المريض بتاع الورم السطحي يكون عنده العامل اللي اتكلمت عنها دي انا بقوله فكر جدا في الجراحة الموضوع اللي بعد كده دور المنزار الجراحي في سرطان المسانة البولية اتكلمنا وقلنا العلاج الجراحي لسرطان المسانة البولية بيكون الاستقصار الجزري للمسانة والبروستاتا والغدد اللينفوية اللي في البطن والحود في الزكور واحيانا في الاناس نستقصر الرحم والمبايد معنا اتصال من استاذ رجب اهلا بيك السلام عليكم اهلا يا استاذ رجب لو صرحت انا كتابت عندي الدكتور وقالني عندك التهابات في البوليستات في سن الشباب ممكن ايه اللي اعملوا حضرتك عشان اتأذيرنا بالاتهابات دي عشان ما يحصلش يعني مثلا في المستقبل ايه في المستقبل مثلا تضخم على اي حاجة كمان حضرتك انا عند والدي عنده تضخم في البوليستاتا وعنده سرطان فهل ممكن ده مرض وراثي انت سنك كام اه 34 تمام يا رجب تمام وده معصر يعني انت حكميت حطرتك السهل المنوي يعني بنسبة نسبة 90% انت متزوج لا الله رجب تمام تمام يعني اولا رسالة طمأنة للمتصل الكريم ان سرطان المسانة مش وراسة يعني يعني كل الابحاث يعني احنا طبعا موصلناش لسبب رئيس للسرطان ايوة فضل حضرتك لا البروستاتا حضرتك برضو سرطان البروستاتا ليس وراسي يعني سرطان المسانة والبروستاتا الاثنين لانه هما في منطقة الحود الاثنين ليسوا وراسة طبعا يعني تكرار الالتهاب والاحتقان في البروستاتا في سن الشباب انصحه طبعا انه هو يعني يعني يشرب كمية مية كتيرة يحافظ على الصحة العامة بتاعته يكسر من الفاكهة والخضروات والسرطات طبعا الزواج والممارسة الحميمية بانتظام بتقلل يعني من تدخم بتاع البروستاتا التقليل قدر الامكان من الاسارة او العوامل المسيرة جنسية شكرا لحضرتك الموضوع اللي هنتكلم عنه بعد كده اللي هو المنظر الجراحي في سرطان المسانة البولية طبعا المنظر الجراحي ما كان من النقلات الكبيرة في عالم الجراحة بنتفادى الجرح في البط الالم الشديد اللي بيبقى أثناء وبعد العملية التشويه اللي ممكن يبقى موجود الفتاء اللي ممكن ييجي بعد كده كمان المنظر الجراحي زي ما قلت بيديني مجال أوسع للرؤية فبقدر أشوف كل التفاصيل دي مهمة جدا كمية الدم أو كمية النزيف بتكون أقل كمية المضعفات بتكون أقل الحركة لأن كانت من أكتر المشاكل والمضعفات اللي بتقابلنا بعد الجراحة التقليدية للمسانة البولية أن الحركة بتاعت الأمعاء بتاع المريض بتاخد أيام كتيرة على ما يبدأ يتحرك ويعدي غازات وطبعا دي إقامة في المستشفى وتكلفة ويوي مع المنظر الجراحي الأمعاء بتتحرك بسرعة المريض بيعدي غازات بسرعة المريض بيبدأ يشرب بسرعة المريض يبدأ يأكل بسرعة يبدأ يتحرك بسرعة يبدأ يخرج من المستشفى بسرعة ووجدنا أن نفس نسبة الشفاء من اللي بتتم الجراحة بالمنظر زي الجراحة التقليدية ولكن برضو للأمانة العلمية ما زالت الجراحة التقليدية اللي هي الأساس دلوقتي ولكن احنا بنسبة الزمن وبنتطور في الجراحة بتاعت المناظير فده مهم جداً أنا بتكلم عن المنظر الجراحي لازم نفرق بين المنظر الجراحي اللي هو المنظر في البطن اللي بنجري به العمليات ومنظر المسانة البولية اللي احنا بنستعمله في التشخيص وأخذ عينة وعلاج الورم السطحي للمسانة البولية الموضوع اللي هتكلم عنه بعد كده اللي هو المسانة التعوضية الجديدة وطبعاً المسانة التعوضية الجديدة دي أنا باعتبرها من أكبر الإنجازات لأن أنت بتحافظ على شكل الجسم مفيش فتحات جانبية بناخد 60 سنطي من العمعاء الدقيقة بنعيد هيكلته بطريقة معينة وبالتالي بخلي المريض يتبول طبيعي معظم المرضى بيقلقوا أو بيرفضوا جراحات المسانة البولية عشان الفتحة الجانبية والكيس اللي في الجنب دلوقتي لما احنا بنزرع مسانة جديدة وبنخليك تتبول طبيعي ونحافظ على جودة الحياة ونحافظ على شكل جسمك ده بيكون مهم جدا جدا وقلت برضو أن لازم 3 شروط يكون متوفرة اللي هي وظائف الكبد وظائف الكلا والورن ما يكونش واصل لي البرستاتا وطبعا لازم المريض يكون قبل العملية بيتحكم في البول كويس وكمان قلت لازم المريض يكون متعاون يكون بيفهم ويكون معدل الزكاء عالي جدا علشان أنا أدربه وأقوله أن احنا في البداية المسانة بتاخد وقت على ما تتأقلم مهم جدا أن أنت تدخل الحمام كل 3 ساعات مهم جدا أنك تشرب مياه كتير مهم جدا أن أنت تضغط على المسانة عشان تفضي كل البول مهم جدا أن أنت ما تنامشي الليل كله ولازم تصحى تزبط منبه أو حد اللي جنبك يصحيك بالليل عشان تدخل الحمام وتفرج المسانة مهم جدا أن أنا طبعا أعمله تحليل دم عشان أتأكد أنه ما فيش بول لسه وأنه فيه تفريخ كامل للبول اللي بيبقى موجود فيه المسانة وعايز أقول أن احنا بنعمل المسانة التعوضية الجديدة للرجال ولي الإناس وعايز أقول أن احنا بنعمل المسانة التعوضية الجديدة حتى لو السن كبير معنا اتصال للحاج سيد أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا حاج شكرا خير يا باش الحمد لله أنا أنا سني ستين سنة سبعين سنة ربني أديك الصح الله يا خبير أنا عندي ديوب في وجر البول تمام عندي ديوب في وجر البول أنا عندي ديوب في وجر البول يعني أنت عرفت إزاي عملت منظار عملت أشعة ولا أنا أكشفت أشعة آه طب بيه سبب يعني كان عندك التهاب قديم ولا حسوة لا أنا كنت عامل جرحة قبل كده وكنت بركب أسطرة تمام وبعد ما شدت أن أسطرة حصل لديوني تمام طيب هرد على حضرتك إن شاء الله طبعا أنا يعني بشكر الحاج سيد لاتصاله وعايز أطمنه أولا مفيش علاقة بين الورم والديء اللي بيكون موجود في القناة ماجر البول وعايز أقوله طبعا مهم جدا أن احنا نعمل منظار على المسانة بعد ما هنعمل لأن فيه أشعة يعني على القناة ماجر البول فيه أشعة تسعودية وفيه أشعة بالصبغة دلوقت طبعا مهم جدا أن أصبح يبقى فيه أشعة مقطعية مخصوصة للمسارك البولية تدى تصور لي الكلة والحالب والمسانة والبرستاتة وقناة ماجر البول أحيانا كتير بيكون الديء ده بسيط وبنعمل توسيع على مراحل تحت المخدر عن طريق المنظار بتاع المسانة ولو كان فيه تلايف شديد أحيانا برضو بالمنظار بيتم قطع هذا التلايف وبنركب أسطرة للمريض والأمور بتتحسن بعد كده هي المشكلة كلها لأسطرة دي برش لو عملنا منظار وقطعنا التلايف هتبقى الأمور تمام بإذن الله أنا كنت مركب أسطرة قبل كده بعد كده مش استهى أدريه ده ديه تمام برضو دلوقتي يعني ننصح كل الزملاء يعني شباب الأطباء أن احنا نركب الأسطرة السيليكون الأساطر النيلة أو الأساطر الفولي بتعمل تلايف فأنا بنصح يعني شباب الأطباء أي مريض محتاج أسطرة والأسطرة دي هتقعد أكتر من 48 ساعة أنصحك أن انت تحط أسطرة سيليكون طيب يعني احنا في البداية في النهاية بنطمن الناس أن السرطان المسانة يمكن الشفاء منه بالكامل لو اكتشفناه وكان مبكرا نستقصله به المنظار لو في مرحلة بيقوم بالاستقصال الجزري المسانة والبروستاتا وزراعة مسانة تعوضية جديدة أنصح الجميع أن يشرب كمية مية كتير ويكسر من الفاكهة والخضروات والسرطات بشكر القناة وبشكر برنامج أستاذ والطب وكل القائمين في الستوديو ونراكم على خير بإذن الله